متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض تطبيق عملي على Canvas أو ShadGBT 4 with Canvas ونشوف بشكل عملي قدرات هذه الميزة الموجودة حالياً في ShadGBT يلا بينا نخش على ShadGBT ونشوف هذه الميزة الموجودة في الخطة المدفوعة اولاً انا هبتدي ان انا اروح على ShadGBT واختار ShadGBT for Always Canvas طبعاً في كذا حاجة في عندك Auto سيبه ويشتغل بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة وفي عندك GBT for O و GBT for Always Canvas ده اللي هنجربه مع بعض النهار ده في O1 Preview و O1 Menu وكتب لك كل حاجة من دول بتكون افضل لإيه هنا بيقول لي ان GBT for Always Canvas بيكون اكثر تعاوناً مع الWriting ومع الكود انا النهار ده حجربه على الWriting او على الكتابة حبتزي هنا حستخدم اللغة العربية حقول له لمقالة عن كيفية زيادة الانتاجية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن كمان اقول له اكتب لي مقالة احترافية لو عايزة وحدوس Enter وعايزك تركز بقى معايا اول ما ابتدى اكتب لي مقالة كأنه كده اسم الشاشة الجزئي جزء هنا انا حشات مع شاشة GPT وجزء هنا بيظهر في المقالة نفسها تفتكروا الارتيفاكت الموجود في Cloud 3.5 Sonnet هنا حاجة مشابهة شوية ولكن هنا هو عاطيني فرصة ان انا اشات وابتدى ان انا اشوف اللي انا عايزاه بيتم بشكل عملي على المقالة احنا نهارده بقى حنعمل ايه؟ حيمتل ان احنا نشوفه النهارده مع بعض بشكل عملي الامكانيات والمميزات الموجودة في كامبس وهل فعلا هو يستاهل كل البروباجاندة اللي كانت عليه ولا لا؟ هنا لو انا روحت مثلا الجزء الاول كيفية زيادة الانتاجية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن اعلم عليها بالمنظر ده هنا ممكن ان انت تخليه بولد او تشير البولد او تخلي ايطاليك او ممكن ان انت تختار الهيدنج يبقى الهيدنج اتنين او واحد زي ما انت عايز والاهم من وجهة نظر اسك شات جي بيتي ممكن تقوله قعد كتابة العنوان واجعله عنوان جزاب مثلا انا هنا طلبت منه ان هو يوعيد كتابة العنوان هنا انت ممكن تعلم وتكتب فيه الشات انا علمت وكتبت فيه اسك شات جي بيتي الاثنين واحد هو بيرد علي لقد قمت بتحديث العنوان ليصبح اكثر جاذبية اذا كنت بحاجة الى تعديلات اضافية فاخبرني بذلك تعرف على اسرار زيادة الانتاجية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ده عنوان جديد ايه كمان الادت اللي انا ممكن اعمله ممكن اعمل الادت على كل البارا جراف نفسه اوف مثلا في البارا جراف ده واعلم عليه وجه هنا اكتب انا عايز ايه سواء هنا او ممكن اوف هنا واقوله اسك شات جي بيتي الاثنين واحد فهنا ممكن اقوله قعد كتابة النص مع التركيز على الكلمة المفتاحية الذكاء الاصطناعي عشان دي اللي بيكون عليها بحث كتير هنا هو هيبتدي يعيد الكتابة مرة تانية زي ما احنا شايفين هنا بيعيد كتابة الجزء فقط اللي انا طلبته وحيركز اكتر على الكلمة المفتاحية الذكاء الاصطناعي لو خدت بالك الذكاء الاصطناعي هنا اكررت وانا الذكاء الاصطناعي كمان اكررت وهنا اكررت فانا هنا خليته يركز على الكلمة المفتاحية اللي انا طلبتها وهكذا بقى بتعمل الكلام ده في كل المقالة تعال بقى نشوف الحاجة المهمة جدا اللي عندي اللي هو البار اللي لما بنتل تحت هنا حلاقي حاجة اسمها suggest edits وجزء متعلق بالتحكم فيه طول المقالة والجزء اللي انا reading level اللي انا اخليه يخاطب فئة عمرية معينة وهنا عندي الاد final polish انه هو يحسن المقالة وهنا الاد emojis تعال نجرب اول حاجة مع بعض suggest edits يعني ايه suggest edits يعني هنا هو هيبتدي طبعا ادوس عليها ارتين suggest edits هيبتدي هنا يديني بعض ال recommendation او الاقتراحات بناء على المقالة اللي هو كاتبها ان انا احسن بيها اكتر الكتابة هنا بيقول لي في الجزء الخاص بتنظيم الوقت وادارة المهام يمكن اضافة مثال عملي تحب تضيفي مثال عملي ولا لا فلو انا عايزة اضيف مثال عملي هقول له apply هيبتدي ان هو في الجزء ده يضيف لي مثال عملي هنا بيبتدي يديني الاقتراحات زي ما احنا شايفين هنا بيقول يمكن التحسين التدفق في الجزء ده استنى طبعا لما يخلص باضافة جملة تربط بين اهمية التصفية الذكية هقول له apply هيبتدي ان هو يعيد كتابة الجزء ده بما يتناسب مع الاقتراح اللي هو اقترحه وان انا وفقت عليه خلاص لو انت مش عاجبك اي حاجة تانية خلاص انت بتعمل x كده ومش هتضيف اي حاجة تانية هنا بيقولك ممكن تحسن الخاتمة هنا ايضا في عندي adjust the length والadjust the length بتحكم في طول المقالة مثلا انا هنا عايزة اخلي المقالة اطول او اخلي المقالة shorter هدوس كده double click عليها هيبتدي اصطر لي المقالة شوية بص المقالة الاصلية بص الختام هيبقى فين المقالة هنا صغرت هرجع تاني لشريط الخاص بالادوات واروح على reading level وهنا انا عايزة اخاطب مين انا هنا عايزة اخاطب level college مثلا او متخرج او سن صغير او ممكن يكون مثلا reading level بتاعي ممكن reading level بتاعي اخليه middle school او high school ناس متخرجة تعالا كده نعمل double click على حسب الaudience او الفئة المستهدفة اللي انت عايزة تقرأ هذه المقالة بتبتدي ان انت تختار reading level هو هنا عاد صياغة وكتابة المقالة بما يتناسب مع reading level اللي هو هنا الاشخاص المتخرجين مثلا من الجامعة في عندك بقى الاموجز والاموجز دي مثلا بتنفع قوي مع البوست اللي انت بتكتبها على السوشال ميديا لو انا دست على اد ايموجز double click كده حيبتدي يعيد كتابة المقالة ويحط لي فيها ايموجز زي ما انت شايف بنشوفها فين دي بنشوفها اكتر فيه او على السوشال ميديا في البوستات اللي بتكتب على السوشال ميديا بتكون مناسبة لانها بتكون catch line اكتر والناس بتبتدي انها يعني تتفاعل معيها اكتر في بقى حاجة تانية اخيرة بعد ما بتزبط كل المقالة بتاعتك في حاجة اسمها add final polish add final polish بيعملك ايه بيبتدي يعمل enhancement او يبتدي كده يضيف اللمسة الاخيرة على المقالة بتاعتك فهبتدي ادوس على add final polish double click كده حيبتدي يحط كده ايه اللمسة الاخيرة على المقالة بتاعتي هو هنا من وجه نظره شلي الايموجيز فخلي الايموجيز في الاخر يعني هو هنا شلي الايموجيز من وجه نظره انه هو حط الاماسات النهائية اللي تخليه القراءة سالسة من غير كمية الايموجيز اللي ممكن توجع العين عايز انت تضيف الايموجيز انا بس كنت بوريك ازاي تضيفها هي طبعا ما تفضلش ان انت تحط ايموجي جوه مقالة الافضل ان انت تعمل موضوع ده في post facebook مسلشان كده هو لما جاه هنا يعمل enhancement او يعمل polish المقالة عمل ايه حط الاماسات النهائية بما يتناسب مع تدقيق قواعد اللغوية دقق في قواعد اللغوية اتأكد من سلاسة القراءة فبالتالي ما حط ليش حاجات تتعب العين وانا بقرأ ويحط التعديلات المناسبة ده بالنسبة ليه اخر حاجة موجودة عندي في التول بار دي كل الخصائص الموجودة في التول بار اللي احنا شايفينه الخاص بكانفاس طبعا الموضوع ده هيحسن جدا كتابة المقالات وكتابة بشكل عام يعني مش شرط المقالة ولكن انا هنا خلتها لك خاصة بالمقالة اكتر علشان تقدر ان انت تحس باهمية هذه الاداية بشكل عام لان هو في الكود مش كل الناس مهتمية بالجزء المتعلق بالكود لان اغلبنا يبتكتب مقالة يبتكتب نص بشكل عام ممكن يستعين بشاة جي بيتي فور او ويس كانفاس في هذه الجزئية اتمنى يكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة والتطبيق العملي على شاة جي بيتي فور او اس كانفاس اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى وزي ان بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الى اعزائي ما تنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة